موسيقى الحياة قبل ما روح للأخبار الحياة عايزة تمن حضراتكم في أمر مهم جدا 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 وأوريكم إيه اللي بيأوري حضراتكم إيه اللي بيحصل بالزبط في مقر النادي الأهلي بالقاهرة الجديدة يمكن اللي حضراتكم هتشوفوه ده محدش كان يتوقع إنه بيحصل لكن في مصر الجديدة أو في الجمهورية الجديدة ده الواقع اللي بيحصل النهاردة النهاردة كان فيه متابعة معتادة الحقيقة من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لأعمال الانتهاء من كل تفاصيل المقر الجديد بالقاهرة الجديدة وكان متواجد سات الوزير نائب رئيس النادي الأهلي العمري فاروق والعميد أحمد النحاس مدير المقر زي ما حضراتكم شايفين الحقيقة مقر النادي الأهلي في القاهرة الجديدة دي صور أو فيديوهات للنهاردة الصبح كان هناك بعض الطلبات اللي طلبها الطلبات الرسمية اللي طلبها النادي الأهلي ليست بداخل النادي ولكن خارج أسوار النادي كل الطرق المؤدية للنادي الأهلي سواء البوابة الأمامية أو الخلفية اللي معنا دلوقتي دي البوابة الخلفية للنادي الأهلي زي ما حضراتكم شايفين ده كان النهاردة الصبح مش بقول لحضراتكم من شهر ولا لا ده كان النهاردة الصبح بيتم تمهيد كل الطرق علشان كل اللي عايزين ييجوا ورفع كفاءة هذه المنطقة كل الأعضاء الجامعية العمومية اللي موجودين أو اللي عايزين يتواجدوا داخل النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية لما حيروحوا يلاقيوا كل حاجة جاهزة مش جوه النادي بس كمان برا النادي زي ما حضراتك شايف جوه النادي النادي انتهى تقريبا من 95% من كل الأمور الداخلية ولكن حتى حوالين النادي وفي آخر كلامي أنا هاعرض لحضراتكم صور جديدة من جوه الفرع ولكن الحقيقة شكر دائم لمجلس إدارة النادي الأهلي على كل حاجة بتحصل جوه النادي يعني الناس مش سايبة قالت لك أنا خلصت النادي جوه أو بخلص في النادي جوه خلاص وقريب جدا سيتم الافتتاح لا قال لك كمان حوالين النادي ايه اللي بيحصل حوالين النادي فالحقيقة كان هناك اجتماع النهاردة ما بين الوزير العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي والمهندس أمين غنيم الاسم ده اسم من الأسماء المهمة جدا جدا المهندس أمين غنيم رئيس جهاز القاهرة الجديدة التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الحقيقة المهندس أمين وكل المهندسين اللي شغالين هناك وكل الناس اللي شغالها هناك الحقيقة بتؤدي دورها على أكمل وجه على أكمل وجه النهاردة كان هناك اجتماع الساعة 11 الصبح الساعة واحدة بعد الاجتماع انتهى خرجوا من الاجتماع الساعة واحدة الوزير العامري والعميد أحمد النحاس مدير المقر بعد الاتفاق مع المهندس أمين غنيم قد توجهاته أن كل المعدات تروح وتشتغل من أول يوم بعد الاجتماع على طول كمان البوابة الرئيسية كان الشغل في المنطقة المحيطة بيها على قدم وثاق زي ما بيقولوا يعني وزي ما حضراتكم شايفين في الفيديو ده الفيديو من أمام البوابة الرئيسية لفرع التجمع أو لمقر نادي الألي في التجمع قبل الرصف ده قبل ده من زمان ده من فترة طويلة طب شوفوا إيه اللي حصل هنوري حضراتكم دلوقتي صور بعد ما الفيديو ده يخلص هنوري لحضراتكم صور لإيه الفرق بق هنا زي ما حضراتك شايف فضل ده الشغل النهاردة مش مثلا من شهر لا يا فندم دي الشوارع اللي قدام البوابة الرئيسية لمقر النادي الألي في القاهرة الجديدة زي ما حضراتك شايف يعني عشان أعضاء الجماعية العمومية يكونوا مستريحين سواء هم جايين أو هم قاعدين جوه النادي الحقيقة مجهود كبير جدا وتعاون مثمر ما بين النادي الأهلي وجهاز القاهرة الجديدة برئاسة المهندس أمين غنيم على التعاون ده الحقيقة لرفع كفاءة البوابة الرئيسية اللي أمام حضراتكو دي البوابة الرئيسية هو اللي بترسف قدامها ده الشارع اللي قدام البوابة الرئيسية وده نسر النادي الأهلي اللي متواجد على كل البوابات ده أنا بس حبيت أوري لحضراتكم هو إيه اللي بيحصل خارج مقر النادي الأهلي في القاهرة الجديدة طيب هو إيه اللي بيحصل جوه المقر خلينا نطلع برضو أو نشوف هذه الصور ودي صور برضو النهاردة الصبح أحدث صور متاخدة من جوة مقر النادي الأهلي في القاهرة الجديدة أول مقر يكون فيه أكوا بارك أو منطقة ألعاب مائية يعني جنب منطقة ألعاب الأطفال لأول مرة في الأندية المصرية الحقيقة مقر على مستوى عالمي على مستوى عالمي فحاجة جميلة جدا جدا أنا دايما بحب أعرض مثل هذه الأمور عشان أفتخر إن أنا بنتمي لهذا النادي الكبير والعريق ده الأعضاء الجمعية العمومية ولكن أيضا لأعضاء الجمعية العامة حضرتك يجب أن تفتخر بوجود مجلس إدارة استطاع أنه يعمل هذا الشكل الرائع مش لنفسه ده لإسم النادي الأهلي لإسم النادي الأهلي فشكرا جزيلا لمجلس إدارة النادي الأهلي على هذا الشغل الكبير جدا جدا سواء على الناحية الإنشائية زي ما حضرتكوا شايفين أو إن شاء الله بقى خلال الأيام القادمة تعرفوا الكلام اللي بيحصل فيه الناحية رياضية وفيه كرة القدم تحديدا اللي بيحصل وأيضا أنا بشكر المهندس أمين غنيم على التعاون الدائم مع النادي الأهلي في كل الأمور اللي بتصب دائما في مصلحة البنية التحتية الرياضية لمصر وللنادي الأهلي من خلال وجودها في النادي الأهلي زي ما حضرتكوا شايفين فدي أحدث الصور اللي موجودة لمقر النادي الأهلي في التجمع أو في القاهرة الجديدة إن شاء الله سيكون قريبا جدا بتفصيلنا إن شاء الله أوقات قليلة للإعلان عن افتتاح هذا المقر